اشتركوا في القناة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني الذي يستنير برؤى جلالته السديدة حتى اصبح قوة فاعلة وركيزة اساسية في منظومة الدفاع والامن الوطني لمملكة البحرين واكد سموه في برقيته ان رعاية جلالة الملك المعظم السامية لهذا الصرح الوطني منذ مراحل تأسيسه الاولى مكنته من بناء فصول متتالية من القوة والجاهزية والكفاءة والوقوف بعزم وثبات فيما يدين الواجب الوطني دفاعا عن سيادة المملكة وحفظا لامنها وحماية لمكتسباتها ومنجزاتها في ظل عهد جلالته الزهر وجدد سمو رئيس الحرس الوطني العهد والولاء للمقام السامي لصاحب الجلالة بان ظل كما عهدنا جلالته جنودا مخلصين للوطن تحت راية جلالته داعيا المولى العلي القدير ان يحفظ جلالته ويديمه ذخرا وعزا لوطننا الغالي وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى سمو رئيس الحرس الوطني اعرب جلالته فيها عن الفخر والاعتزاز بتهنئة سموه بهذه المناسبة وما تحمله من صادق المعاني المعبرة عن الولاء للوطني والوفاء لقيادته من سموه الكريم ومن منتسب وحدات هذا الصرح الوطني العزيز مشيدا جلالته بما يطلع به الحرس الوطني من ادوار كبيرة ومهام جليلة في الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته بالتنسيق والتعاون مع قوة دفاع البحرين ووحدة الامن العام ليكون الحصن الحصين لامن مملكة البحرين واستقرارها وهنأ جلالة الملك المعظم بهذه المناسبة سمو رئيس الحرس الوطني وجميع منتسبي الحرس الوطني من قادة وضباط وافراد معبرا جلالته عن عظيم فخره بما حققوه من انجازات كبيرة وما بذلوه من جهود مقدرة لترسيخ دعائم الامن ورفض وتعزيز مسيرة الخير والنماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر